دقيقة تحية كبيرة لكم إن شاء الله يربي تكونوا بصحة وخير وعافية باش نطرحوا سؤال باش يجاوبنا عليه طبعا مستشار الحسة هل يساهم تركيز البرلمان في دفع الحركية الاقتصادية مستشار المالي والاقتصادي سيد الهدي لك لا ومستشار الحسة كذلك هلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين شكرا لك كنا ترحنا سؤال في بداية الحوار أو المرجعنا اليوم يقول لك شنية الانتخابات شنية علاقتها وتداعيتها الاقتصادية عندها تداعيت على الجانب الاقتصادي أم لا شكرا على سؤال الانتخابات هذه الانتخابات الأخيرة متع البرلمان هي الانتخابات ليست انتخابات عادية لأنها في مسار جديد والمسار هذه بعد 25 جوليا اللي تونس بعد 25 جوليا قطعت مع النظام البرلماني ودخلت في النظام الرئاسي وصاروا أحداث قبلها وبعدها ونرجعوا على الأرقام بناء جديد لجمهورية جديدة لجمهورية جديدة لأفاق جديدة معناها وضع اقتصادي وضع وضع سياسي قبله بش ينتج عنه وضع اقتصادي وضع سياسي بش يكون عنده تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي وعلى المالية العمومية تولي سمع فينا يقول لك شنو دخل السياسة في الاقتصاد برش يسأله السؤال هذا هو ما فهميش السياسة والاقتصاد هو معناها متشابكين اشتيبك وطيت وحتى الاقتصاد هو حتى يقريه في معناها في الجامعات وفي السنة الأولى الاقتصاد ويقريه ما يسمى بالاقتصاد السياسي الاقتصاد هو سياسي بالأساس السياسي أو لا يكون حتى من الثورة الفرنسية ومعناها من عصر الأنوار والكل ارتبطت السياسة بالارتباط وثيق بالاقتصاد الاقتصاد ارتبط بالسياسة قبل ولا ليس السياسة بالاقتصاد نرجع لتونس شنو ريسار كنا في نظام برلماني. ما هو يخلق؟ نظام برلماني نظام سياسي. نظام سياسي وخلق شرعية وخلق صلاحيات. كانت متفرقة مما يسمى برئاسات ثلاث الكارثة العاشتها في تونس كنا في تشتت السلطة. كنا في نظام يرتكز على تشتت السلطة بين ثلاث رؤوس. جاءت 25 جوليو. جاءت 25 جوليو. دخلنا في نظام جديد. ودخلنا في نظام سياسي جديد. نظام السياسي هدايا. وبعد نعطيه معناها الاثار متاع على الاقتصاد. دخلنا في نظام جديد وهو مركزة السلطة. خرجنا من تشهتة السلطة. ودخلنا في مركزة السلطة السلطة الكلها. سلطة مركزية في يد رئيسة الجمهورية هو اللي. والوضع اللي احنا فيه توالزم معناها المواطن اللي يسمع فينا يجب ويفم رأوا نظام حتى توال نظام حتى جديد هدايا. ينقسم الى فترتين. هي فترة النظام الرئاسي الاستثنائي. وفترة النظام الاستثنائي. النظام الاستثنائي اللي احنا فيه. اللي احنا فيه. اللي هو غياب البرلمان وغياب المؤسسات والكل. هدا انا اقول اللي توالت شوية الفترة بتاع. وهذا هو اللي ساهم ساهم معناها في اه معناها الركود الاقتصادي وساهم في المؤشرات الكلها. طلعت ومو مش ساهم في الغلاب يصيفها مباشرة. اما الزبابية الاقتصادية ساهمت اساسا في صعوبة رفع. الزبابية السياسية نحكي. زبابية السياسية. هي اللي سامت في عدم قدرة الحكومة على رفع التمويلات للمالية العمومية. مم. اليوم ما رئيس الحكومة معناها تطلب قرض ومعها وزير المالية ومعها محافظة المركز. المركزي. المركزية. الشراعية السياسية اللي تخليه حسرة الشراعية في في يد رئيس الجمهورية. يد رئيس الجمهورية. اللي هو حتى اعلان النواية اللي طلبه فيه صندوق النقد الدولي. هو على النواية يجب أن يكون ممذع من أعلى معناها أمر أعلى من هرم في السلطة وأعلى هرم في الصلاحية السياسية إذن نواصل في ذات الموضوع ماذا نحكي على انتخابات وتداعيتها على الجانب الاقتصادي لك الكلمة الانتخابات أعطت هذية فمن يونسون وحتى معناها في مخابر أترحنا في الجامعة التونسية عدنا مخبر واسمه مخبر التسويق السياسي للماركتينج بوليتيك والمخبر هذية اللي هو طلبت التسويق هما اللي يقرأوا فيه كل شيء هذية أخدم برشة خدمة هذية الأبواتوار هذية أخدم برشة خدمة كما الجميع معنا بقية المخابر في الجامعات التونسية والبحث العلم تحليل الظاهرة السياسية اليوم تحكيوها على 11.2 و11.3 ولو أنه هي نتيجة مهيش نجائية لما نمزلنا فهمها عند الطعون ولكن نسبة نسبة ضئيلة حتى رئيس الجمهورية كان أعترف بهذا النسبة ضئيلة جدا هذية توا نحلوها وكذا رئيس الجمهورية حلوها رأوا ما نأخذوش الأرقام ما نقرأوش الأرقام بشكل سطحي الأرقام لازمنا نتعمقوا فيها هي انتخابات على عكس الاستفتاء اللي كانت فيه معناها نسبة مشاركة حوالي 3 مليون ناخب الانتخابات في الدورة الأول والدورة الثانية ما تزوجتش لـ 11% هاو نقول لك عليش هو مرتبط ب معناها معناها التونسي في اللي شعوره متاعه الفترة اللي مر بها مع تفتت السلطة ومع المهازل اللي صارت في البرلمان الفارض فقد الثقة بكل بسيط فقد الثقة في كل ما هو نائب وفي كل ما هو منتخب ملاجموش قلت في السياسة ككل كل شيء كل ما هو فيه انتخابات التونسي وليخاف منه لأنه الانتخابات تبنيت عدنا أحنا على المحسوبية وعلى الزبونية وعلى المال الفست صحيح الانتخابات الخرانية هذية العباد اللي ترشحوا معناها حتى مواردهم خاطر يلزمنا انحلوا بطريقة موضوعية وحكيناها المرة الأخرى قلنا حتى كان ترشح السيد رئيس الجمهورية كان معناها للبرلمان راه مش يجيب نتيجة بار كونتر هنا اليوم انقل لك اللي يشارع الكل كان هو اليوم رئيس الجمهورية يعاود يعمل استفتاء وعرض الثيقة متاعه على الشعب وإلا يعاود يترشح مرة أخرى بشيجيب نتائج مبهرة مبهرة بشيجيب نتائج كبيرة علاش لأنه التونسي ما عادش ثيقته في البرلمان إنه عدمت باهي كنتي تقول لي طوش نحكيه على الشخص رئيس الجمهوري الشخص رئيس لا على المؤسس على المؤسس التونسي خان فصل لك حاش التونسي الجيل هذا والجيل اللي بعده اتربى على ما يسمى بالنظام الرئاسي التونسي الدولة الحديثة هي الدولة بورجيبة ودولة النظام الرئاسي دولة الاستقلال هي اللي خلات التونسي يستبطن في داخله النظام الرئاسي تقول لي ممكن لو سير صبر اراء ممكن نزوز اراء مختلفة احنا لهنية ممكن التوينسة فقدو ثيقة حتى في شخص رئيس الجمهورية احنا كنحلوا احنا كنحلوا معناها في مخابر تسويق سياسي كنحلوا الظواهر ما نحلوا همش نعملوا معناها مؤشرات ونعملوا صبر راء ونتبعوا ونرجع معك طبعا معناها نرجع معك حتى بالرئيسة الجمهورية في تاريخ تونس الكل كانت رئيسة مؤثرة حتى في صلب النظام البرلماني باجي قايد السبسي ممشيش خذ رئيسة البرلمان باجي قايد السبسي وإلا ما نحكيوش على فؤاد المبزة خاطر معناها قصيرة جدا وما كانش الشخص المواث حتى السيد منصف المرزوقي كان له باع وذراع وكان يمثل الجمهورية التونسية وتكلم وكان عنده هامش من الحركة يتكلم وصلت تكلم مع هيلاري كلينتون وقت في حداثة السفارة للأمريكية تخاطب مباشر ما بين وزارة الخارجية الأمريكية مع دولة من العالم الثالثة ومنش حاجة سهلة رأو معناها رئيو تدخل بالأمن الرئاسي وأوقف الاحتجاجات واختاق قرارات يتجاوز فيه من ناس الكل رئيسة الجمهورية حتى في النظام البرلماني الأقديم كانت له من الصلاحيات كان هو عنده المبادرة التشريعية نحكيك على القديم فما بالك اليوم اليوم صورة رئيسة الجمهورية مش نتافع على رئيسة الجمهورية نحكي على الشخص رئيسة الجمهورية هي مؤسة تستبدن النظام السياسي في تونس ولا يمكن أن تتجاوزها أي مؤسة طبعا هذا فيما لا شك فيما أنا اليوم باش نحكي كموات بسيط يقول لك باي في عهد وانما كل شي تفقد نحكيه على انتخابات تشريعية عليش النسبة ضعيفة أنا نقول لك النسبة ضعيفة لأنه في مخيال التونسي في ضمير معناها في اللوعي متاعه فقد الثيقة في كل ما هو برلمان فقد الثيقة نحكيه على المرحلة هذي فقدت هي نتاج على مرحل أخر فقدان ثيقة التونسي ولكن حتى المرحلة الحالية لكن مازال عنده الثيقة مازال التونسي عنده الثيقة والتغييرات السياسية الكل مع برقيبة وقت اللي برقيبة وقت اللي ينقلب على البي كان يدفع النظام الرئاسي معناها لنظام الجمهوري اللي هو والنظام الرئاسي بن علي عمل انقلاب على برقيبة نعم ومعناها وعتلا الهرممتع السلطة كرئيس ما كان شوم حتى حركة أخرى سياسية اللي كان فيها التغيير وجاءت ثورة 14 الآن في الثورة 14 قامت على رئيس الجمهورية معناها السابق لأنه أخلى بتعاهدته ثم مغالطة سارت في البريود ثم مغالطة المغالطة أنه أحنا ما عملناش عملنا استفتاء عملنا دستورة 2014 ووقع التحيل على الشعب التونسي بفرض النظام البرلماني لأنه المجلس التأسيسي كانت له من الصلاحيات كتابة دستور ولم تكن له من الصلاحيات اختيار النظام السياسي برلماني أو رئيسي أشي عملوا اللي يجيوا بعد الثورة يجيوا بعد الثورة دخلونا في مخاخنا عينوا باجي قيد السبسي في تار صفقة ونقولها في تار صفقة في تار صفقة ووعود لباجي قيد السبسي وحطوه رئيس حكومة بأي خلفية وأي نظام سياسي توأحنا نظام 14 نظام القديم وقفنها 14 جنف نظام اللي جا بعده اللي هو نظام استثنائي من المفروض أن نكملوا بعد 14 جنفي في نظام رئيسي برئيس دولة ورئيس وزراء حتى بدون شرعي أشنو اللي صار لجاك جون كلمة رئيس الحكومة وقع تداولها منذ أن اعتلال باجي قيد السبسي منصب رئيس حكومة وبعد باجي قيد السبسي جاء المجلس التأسيسي المجلس التأسيسي في الدستور الصغير كرس المغالطة وعين رئيس جمهورية منتخب من المجلس التأسيسي وعين معه محمد يجبالي رئيس حكومة وعلي رئيس حكومة لهنها الضغط المخاتلة السياسية أنه التونسي تقاروحوا هذي الكل عليش بسوا وحذروا باش في الدستور نعم يزون نظام رئيسي نظام برلماني من غير صلاحيات المجلس التأسيسي السابق لم تكن له من الصلاحيات أن يختار النظام السياسي النظام السياسي يختاره الشعب عن طريق الصندوق في إطار استفتاء وما صلاحيات المجلس هيل المجلس المجلس القديم اللي هزنا للنظام البرلماني نهارة رئيس الجمهورية نهارة 25 جولي وقلي كان اخذي القرار وقلي هو اطلع على المؤسسات واخذي القرار بالشرعية اللي اعتطت هيلو الانتخابات وجمد البرلمان لأنه العملية لكلها تدعيتها والطراكمات المتاحة والمخاطلة و المخاطلة لفرض النظام البرلماني بتريقة غير قانونية أنه توافق مبين معناها معارضة معندها حتى تمثيل شعبي ومعناها أغلبية عددية حتى هي ما كانش عندها التمثيل اللازم واختاره في وصل المجلس الساسي بشي عاملو تونس تختار النظام البرلماني اللي الشعب ما قالش كلمته أكل أغلبية الصامتة هذيك أكل ساكتين هذيكم خرجوا أنا 25 جويلة نعم وقالوا لا للنظام بالبرلماني وخرجوا في الاستفتاء أنا طول هنا أراوا التوجه لما شفي قيس سعيد أنا أراني مينيشي معها مياه في المياه أما أنا طول أنا طول نحلل في ظواهر مينيش لقيس سعيد ولا غير قيس سعيد اليوم الانتخابات هذية بما أنها انتخاب برلماني وقع عزوف والعزوف هذية شنو معنى العزوف هذية أنه الشعب قال كلمته نقروها شوف كما يقول موشيل فوكو يجب أن نقرأ ما لم يقل فيما كتب نعم نجم نقرأه نقرأه التونسي حسما في النظام البرلماني حسما نهائيا لا رجعت فيه النتيج هذية ما نقرأه إيش أنا أنه الشعبي الرئيس نجم أنا نقرأها طوام من منظور أخر رفتوحة طابعا أنت تقرأها عزوف أنا نجم نقرأها عزوف كميش تختلف في قراءات شوف أسمع القراءات تختلف فما شكون يقرأ قراءة سطحية وفما شكون يقرأ قراءة تحليلية معمق أنا في القراءة متاعي التحليلية المعمقة نقول لك هذه لحداش فاصل ثنين في المائة هذه التونسي حسما وإلى الأبد فيما يسمى بالنظام البرلماني وبإتداعية النظام تحب رأيينا أنا ما كنتش أنا ما كنتش من أنصار انتخار استفتاء وما كنتش من أنصار دستور صحيحة أنا حتى وقت استدعني مرأة صدق بالعيد وحكا معايا قلت له استفتاء على شكل النظام فقط الشعب هذا يقرر رئاسي وإلى برلماني وبعد نكتبوا الدستور بتاريقة أنا عندي احترازات على المساري هذة اللي هو معناها كيفش تكتب دستور وكذا كذا لكن أنا اليوم مش نقعد في نتاج الانتخابات أقول لك الانتخابات هذه خاطر ما بين 25 جويل للانتخابات متاع لتعدات متاع نوفمبر ولليوم الدور الثاني ما تبدل حد شي في ظرف ستة شهور كل ما تعالق بالنظام الرئاسي والدستور الذي انتقل من البرلماني للرئاسي كل ثم لين يصوته كين نرجعوا للبرلمان يجوك من با ملون شخص هذه قراءة واضحة أنه التونسي حسم وبدون رجعة فيما سمي بالنظام البرلماني الذي وقع إرساؤه بالمخاتلة وبالتزوير زورت إرادة الناخب في انتخابات المجلس التأسيسي والدستور 2014 كان دستور زيف الإرادة الشعبية بأن أقر نظاما برلمانيا دون الرجوع للشعب ولم تكن له من الصلاحيات كانت صلاحية الدستور السابق هي كتابة الدستور فوسع في صلاحياته وأصبح يفتي بدل الشعب واختار نظاما برلمانيا لم يقل فيه الشعب كلمته وهذا فيه تواطأ من الحقوقيين ومن المعارضة ومن الأغلبية التي كانت تحكمه وانهار البناء جميعه بجرة قلم من رئيس الجمهورية الذي وقع تهميشه في النظام السابق أصبح الفاتق النتق لأنه تونسي أثبت أنه مع النظام الرئيسي يعني أنت حسب التحليل اللي قلت به حضرتك وشكرا لك يعني التونسي اليوم رافض للنائب وليس رافض للمسار رافض للنائب وليس رافض للمسار لكن ما ندخلش في المسار متاع السيدة رئيس الجمهورية وليش خطر أين عندي عليه نقد ما نقولش احتناف أما عندي عليه نقد أنا قاعد نحل ونقول كل يوم كل انتخابات وها مش نشوفها في الانتخابات البلدي الانتخابات بجميع الانتخابات البرلمانية التي كانت نسبتها ضعيفة لو رئيس الجمهورية وأنا نقترح عليه وأرى مين الأسلم بعدما يولي الدستور يدخل الدستور هذا حيث أدعو رئيس الجمهورية من هذا المنبر أن يعرض شرعيته على الشعب وسترون نتائج مخالفة سترون نتائج مخالفة للانتخابات اللي كانت فيها نسبة المقاطعة كانت على شكل شكل النظام وشكل الانتخابات وليست على المسار وليست على نواية الانتخابة نرجع لنقاش معاكم بعد مجرز الأخبار